شكل النزوح السوري عبءاً على لبنان والألقام المقلقة التي خلص إليها تقرير البنك الدولي عن تدعيات الأزمة السورية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي خير دليل وأقدر كلفة الاستجابة للحاجات المباشرة فقط بنحو 1.55 مليار دولار فماذا يقول الباحث الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق جرابات فاكراجيان عن الأمر عبر صوت لبنان ما في شك أنه ملف اللجوء له تدعيات اقتصادية على اللبنان وهيدا الموضوع ما رح ينحل إلا ما نحل سبب الرئيسة وراء سبب الرئيسة وراء هيدا التدعيات هي أنه من سنة 2011 لحد ديك هلا الحكومات المتتالية وصولاً لمجلس الوزراء الحالي هودولي عم يتبعوا نفس النهج الخاطئ بإدارة كيفة الملفات الاقتصادية ضمن ملف اللجوء والحل طبعاً منهم بجده لأنه ما عندهم حل أساساً زيادة معدلات الاستهلاك سببت تضروراً في مختلف الخدمات العامة مثل الكهرباء الماء والصرف الصحي الحل اللي عم يجربوا يطرحوه أنه نحنا منجي ومناخد كم مليار من اتحاد الأوروبي أو بالأحرام نبتزل مجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي لنطلب منه كم مليار دولار راح يكون نتيجته نتيجة الميت مليار دولار اللي راحه والتالي كمان هيدا منه حل هيدا مجرد محاولة للتهرب من المسئولية لازم الدولة اللبنانية توقف على مسئوليتها تجاه الشعب اللبناني وتجاه الفكرة الإنسانية بشكل عام وتعالج الموضوع بشكل جاد مش نحنا نقضيها شعارات وهو بارات وما تفرق معنا بعد عشر سنين شو بيصير مليارات الدولارات تكبدها لبنان والأثر السلبي كبير على الناتج المحلي مجدولي نعيد صوت لبنان موسيقى